بسم الله الرحمن الرحيم إليها الاحتكاك قوة تقلل من سرعة الأجسام متحركة تجاذب سحب الأجسام بعضها لبعض قطباء المغناطيس طرفها المغناطيس حيث تكون قوة جذب المغناطيس عندهما أكبر مما يمكن التنافر تباعد الأجسام بعضها عن بعض طيب ناخد الدرس الأول اللي هو القوة تحرك الأشياء إذن ماذا تعمل القوة السؤال الأساسي المفردات قوة الجاذبية الاحتكاك نرى هنا الطفل عندما يرمي بالكرة أو يقوم بتحريك الكرة فإنه يحتاج إلى قوة تحرك الكرة إلى أبعد من مكانها ما الذي يحرك الأشياء لا تتحرك الأشياء الساكنة من سلقاء نفسها إذا علينا دفع الشيء أو سحبه ليتحرك فعندما ألعب كرة القدم مثلا فإني أركل الكرة فتتحرك الكرة في الملعب تمثل ركلتي دفعا إذا لم أركلها فلن تتحرك الكرة ستبقى في مكانها يسمى الدفع أو السحب قوة إذا دفعت شيئا فإنه بعده عني أما إذا سحبته فإني أقربه إلي فركل الكرة دفع بينما شد الحبل سحب استطيع تحريك الأجسام مختلفة بقوة مختلفة في المقدار نرى هنا في الصورة الطفل يدفع الطفل الآخر في بواسطة اللعبة والذي قام بدفعه هكذا أو تحريكه هو بواسطة القوة طيب لماذا نحتاج القوة لتحريك الأشياء والتثير عليها ما الذي يحرك العربة كنا في سابق الأمر أن القوة هي التي تقوم بدفع العربة هنا نشاهد بعض الأطفال يلعبون لعبة شد الحبل ويكون فيها هنا بالسحب باستخدام أيضا القوة طيب هناك مصطرح آخر الذي هو الجاذبية عندما نرمي كرة إلى الأعلى فإننا نجد أنها تسقط بسرعة إلى الأرض ليس بفعل قوة إنما قوة الجاذبية بالذات هي التي من سمحت للكرة بالسقوط إلى تحت نرى هنا الطفل يلعب بالكرة ويرميها في الأعلى ماذا تتوقع أن يحدث للكرة الكرة باختصار تسقط إلى الأرض لماذا لأن هناك قوة جاذبية في الأرض تسحب هذه الكرة طبعاً كل الكواكب في الكون خرق الله لها جاذبية لكي تستقر عليها الأشياء أو الأجسام ب أصحة التعبير طيب إذا كان نأتي إلى المصطلح الثاني اللي هو الاحتكاك إذا كانت إذا كنت أتزلج وردت أن أتوقف فإني أجعل الكابح المطاط يلامس الأرض فيسبب في هذا التلامس احتكاكاً فالاحتكاك قوة تبطع حركة الأجسام أو توقفها وإنشاء الاحتكاك عن حركة أو محاولة تحريك جسمين متلامسين يعني باختصار إذا لاحظ السيارة يوم تمشي أو العربة أو حينما تمشي وأضغط على كابح الفرامل فإنها تتوقف لماذا تتوقف لأنه عندما يلامس سطح العجلة الأرض بالوقوف فإنه يتم الاحتكاك فتبطي الحركة للجسم أو العربة فتوقفها طيب هنا السؤال يقول لك فيما تتشابه قوة الجاذبية وقوة الاحتكاك كلهما قوة تؤثر في الأجسام في اتجاه معين فتبطع الحركة طيب السؤال السؤال عندي أفكر وتحدث وأكتب السبب والنتيجة ماذا يحدث إذا زدت القوة التي تؤثر في أجسام تحرك الجسم بسرعة أكبر يعني إذا ذهبت شخص مثلا أو زدت القوة في عربة أو أي شيء فإنه تزيد السرعة عندي بسبب قوة الدفع طيب رقم ثانين لماذا يصعب دفع جسم على بعض الأصطح بسبب قوة الاحتكاك العالية بين الأجسام والأسطح والتي تعوق حركة الجسم رقم ثلاثة السؤال الأساسي ماذا تعمل القوة توثر في اتجاه الأشياء والأجسام شكرا لكم حسن الاستماع اليوم كان عندنا درس اللي هو القوة ونتطلع إلى رايتكم في الدرس الآخر